شكراً سيدة الرئيسة السيد الوزير نفق تيشكا أو نفق أوريكا في نوصل نحن كان عرفوا باللياد السؤال تطرح وتطرح عدة مرات ولكن نحن ما زال نطرحوه مرات ومرات حتى يتحقق لأنه مطلب شعبي واقتصادي وإنساني باركة ما نحصده في الأرواح في ذلك الطريق هذه الأرواح السيد الرئيس السيد الوزير سببها الرئيسي هو التماثل في تنفيذ هذا المشروع السيد الوزير لحلته هذا النفق أراكم ستعتقوا أربع أقاليم على الأقل هي ورزازات زاقورة طاطا وتنغير وسنرى مؤشر تنمية يرتفع في أربع قطاعات الأقل في السياحة في السينيما في الطاقات المتجددة وفي الفلاحة خاصة الورود والتمر السيد الوزير هذا النفق هو شريان حياة باب لا فتحته ستعتقوا أزيد من جوج المليون ديال المغاربة نحن نقدر العمل الذي تقوم به الحكومة في مجالات البنية التحتية والطرق والقناطر ونقدر ذلك العمل الذي تقوم به ولكن اليوم أمام الكلام الذي يقول أن أوريكا قد تكون بديلاً لتيشكا أو تيشكا بديلاً لأوريكا متى سيتم إنشاء هذا النفق هذا هو المهم عندنا لأن الطرق ليس واسلة لنقل الأفراد فقط الطرق رهى واسلة لنقل تنمية لذلك متى ستبدأ وزارتكم في إنجاز هذا النفق المغاربة بغوا يسمعون الوزير ديالهم التاريخ بالنهار وبشهر وكم دن هذا النفق غادي تفتحه قريب بإذن الله لسببين السبب الأول أن الملف في يدي وزير حريص على تتبع الملفات دياله وزير دقيق وزير كبير والسبب الثاني لأن هذا الوزير الكبير ينتمي إلى حكومة كبيرة شكرا سيدة نائبة المحترمة